السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفية تخفيض نسبة الكريا 2 فبداية علينا الحد من ممارسة التمارين الرياضية الجادة أو التي تقوم بإجهاد الجسم بشكل كبير جدا فبالتالي أيضا أنصحكم بالإكثار من شرب كميات الماء فمثلا يجب علينا رفع كميات شرب الماء فبالتالي علينا شرب من 8 كواب إلى 12 كوب بشكل يومي أي ما يعادل 2 إلى 3 لتر يوميا وأيضا علينا الحد من استهلاك الصوديوم أو بما يعرف بالملح فبالتالي يجب أن نقوم بتخفيفه بشكل كبير فيساعد على تخفيف النسبة بشكل كبير جدا وأيضا علينا أن نجنب بعض الأطعمة التالية فمثلا الأطعمة الغنية بين بروتين بشكل كبير جدا منها اللحم الأحمر منها اللحم الخالي من الدهون البيض الأسماك والحليب وأيضا لأن لدينا أيضا الحفاظ على نظام غذائي متوازن بشكل كبير فهذا يساعد أيضا على ضبط هذه النسبة وأيضا نستطيع استخدام بعض العشاب المنزلية مثلا منها البابونج والقرفة فهي تساعد على تخفيض هذه النسبة بشكل كبير أو الوجوء إلى استخدام الأدوية بشكل عام أتمنى لكم دوام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر